يصلط مؤتمر الإمارات التاسع عشر للعناية الحرجة والذي تشارك فيه 33 جمعية من 42 دولة وأكثر من ألفين من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في التنفس الإصطناعي وأحدث الأدوية بجانب آخر ما توصل إليه علم العناية الحرجة مؤتمر تقريبا يعتبر الثالث على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد العالمي لجمعيات العناية المركزة هو يعتبر أكبر نيتورك أو شبكة تواصل سواء على مستوى الأطباء أو الجمعيات أو المؤسسات أو الجامعات المتخصصة في علم الحوادث والعناية المركزة على مستوى العالم الحمد لله في عنا دورات تدربية متعددة التي تختص بالأشعة التلفزيونية للجسم بالإضافة إلى الأشعة القلب التلفزيونية كذلك دورات إدارية وطبعا أهم دورة التي جدت في مؤتمر النهاي التعاون والتزامن مع البرنامج الوطني لتبرع على زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات المؤتمر تشمل 244 متحدثا منهم 100 متحدث عالمي وأربعة وستون متحدثا إقليميا إضافة إلى ثمانين متحدثا من داخل الدولة وعدد المحاضرات التي سيتم استعراضها طيلة الأيام الثلاث تصل إلى 255 محاضرة في 56 جلسة إضافة إلى أربع ورش عمل وأربع دورات تدريبية وتعرض 32 شركة عالمية متخصصة أحدث أجهزة العناية الحرجة والتنفس الاصطناعي وابتكارات مجال الطب في العناية الحرجة لمركز أخبار قنوات أبوظبي ناصر الرنيتي دبي